حتى في عصرنا الحاضر لا أحب أن أذكر اسمه حتى لا أروج له هناك دكتور وله موقع عراقي كل فيديوهاته كل تسجيلاته تهدف إلى إثبات أن علي عليه السلام ليس من الخلفاء الراشدين وأن معاوية هو رابع الخلفاء الراشدين فأي شذوذ هذا شذوذ يعني موجود وعندي أنا أيضا دكتور لا أذكر اسمه في مصر ألف كتاب هذا الحجم أيضا يقول أن كل هذه الرواية التي جاءت يؤيد ابن خلدون أنها ليست صحية هذا من نفس ابن تيمية كما تفضل سمحت الشيخ يعني هذا الدكتور صرح بما لم يصرح به ابن تيمية ابن تيمية هذه قناعته حتى حين يقول الخلفاء الراشدين في معظم كتابات يقول أبو بكر وعمر وعثمان وهذا كان في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان هذا موجود جدا في كتاباته أما بالنسبة للرواة تجد مثلا حريز ابن عثمان حريز ابن عثمان كان يسب علي ومع ذلك وثقوه والكل روا عنه ما عدا الإمام مسلم البخاري روا عنه والكل روا عنه وإذا أردت أن أقرأ لك ماذا قالوا عنه نجد مثلا قال عمر بن علي كان ينتقص عليا وينال منه وكان حافظا لحديثه وقال في موضوع آخر ثبت شديد التحامل على علي الذهب في كتابه الميزان قال كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع وقال في الكاشف ثقة وهو ناصبي وقال الذهب في المغني في الضعفاء ثبت لكنه ناصبي طبعا بشار عواد مع النشيخ سلفي لكن أحسن في تعليقه على هذه الأقوال قال والله لا أدري كيف يكون ثبتا من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعوذ بالله من المجازفة فبقي هناك منصفون